الشيخ شعلان لا سامح الله إذا البوصل ما جابت همها وفشلت القوى السياسية في انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي تشكيل الحكومة يصبح الزاما على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة وبالتالي تدخل القوى السياسية في السيناريوهات المعقدة تعتقد هذا الذي سيحصل إذا فشلت جميع أستاذ نجم أولا يعني هو انتخاب أكفرك ما بين عقد جلسة تحقيق النصاف في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وما بين انتخاب رئيس الجمهورية عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثلاثين في الجولة الأولى للانتخابات رئيس الجمهورية لا بد أن يحصل على الثلاثين أيضا أما إذا ما حصل على الثلاثين في الجولة الأولى من الانتخابات سنمضي إلى جولة ثانية وأعلى الأصوات لانتخاب رئيس الجمهورية في حال لم يتحقق نصاب الجلسة الأولى للانتخاب رئيس الجمهورية كيف أني راح أحقق نصاب الجلسة لحل البرلمان أيضا بالثلاثين إذن لا بد أن يكون هناك توافق أيضا سياسي على حل البرلمان لأنه في انتخاب رئيس الجمهورية عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما تحقق نصاب الثلاثين نتيجة الخلافات أما كيف راح أحققها في حل البرلمان ألا إذا كان هناك اتفاق سياسي كامل ما بين أغلب القوة السياسية لدخول إلى جلسة البرلمان للتصويت على حل البرلمان هذه هي الخارطة لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك عقد جلسة حل البرلمان في حال لم تتوافق الكتل السياسية وتتفاهم فيما بينها على عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يعني تعتقد انه اذا تم الثلاثين او لم يتم الثلاثين فان العملية السياسية رغما للخروقات الدستورية فانها ستستمر بجولات حتى ترهم نعم بهذا الشكل ستستمر الجلسة الجلسات لانتخاب رئيس الجمهورية في حال الجلسة الاولى يعني جلسة يوم 26 اذا لم يتحقق النصاب الثلاثين ستحدد جلسة ثانية حسب ما يراه رئيس مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب لتحديد جلسة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية هذا هو الحل الوحيد الذي امامنا اما اذا نريد ان نذهب الى حل البرلمان لابد ان يتحقق نصاب الثلاثين حتى ان يصوت البرلمان على حل نفسه اشتركوا في القناة